شو أكتر كلمة أنا بكره بالحياة إن حكاية مرحبك تغيري السؤال أنا هيك فزت لا شخص أو شخصة مستحيل أقدر أصور معها أو معه مرحبا يا جماعة أنا مسافر طبعا أنا زمان ما دازلت على اليوتيوب أو ليس زمان يعني بس مش زي ما أنا كل مرة بنزل ثلاثة وسبت بس عشان هاي الشهر كتير فيها أشي عجئة فيها ثلاث صفرات تبي تركيا تبي كمان مرة وعشان كمان هادي الشهر تير هيك كمان حلو إنه عيد ميلادي بشهر عشرة بساعة عشرين عشر اللي بيحب يجز ليتهاي أنا جاز المهم رح صور لكم رحلتي على تركيا رحلتي عبارة عن رغدة أند سامسونج رح نعمل هناك في تصوير لسامسونج رح نعمل هناك في تصوير لسامسونج في تركيا رح يكون تقريبا أربع أيام التصوير ويمكن أظنني زيادة عشان أنمصدوا أشياء غير هيك رح ينزلوا معنا كتير الفلونسرز كتير ناس انتو بتعرفوهم كتير ناس أنا بحبهم رح عامل كمان تحدي بسيط بهذا الفيديو رح يكون التحدي هيك مع الناس اللي نازلين معي أصدقائي المفروض يكونوا أصدقائي ننشوف لنذهب جهزت الشانات الثانين هم أبحتاج الشانتتين بس هون في كتير أشياء أشياء طويلة لأنه في تركيا عم بتشتي وهو حتح حالة هون في العدة في اللابتوب الكاميرات التليفونات و هاي الأشياء وبس والله تأفرجي كل بسيطين طبعا ما بعرف مين بقدار يطلع على المطار بجينز وبإشي مرتب أنا صراحة ما بقدر لازم يكون أي شيء سبور بالحيال لأنه أنا بحب الطيارة لا أقعد و أنا مرتبعة خلنا نروح على المطار أنا باللونج لأنه أنا مطالع على بيزنس كلاس طبعا نوصل اللي جايين معنا على الكامبان و ردي واصلنا على تركيا أنا حاليا مفروض أنه أنا كمان شخصين من الأردن طالين مع بعض في الطيارة فبدي أحاول ألاقيهم صراحة لأنه شوية مضيعيتهم شعافة وأمي خلنا نشوفوين خلنا نشوفوين خلان كما وصلت في الطيارة أفرجيكم مين لقيت معي بالطيارة شوية تلكم جاي معي شخصين شكووني مين يا سلام المتزوجين طبعا إلا طالعين ساعتين و نوصل تركيا لنذهب شكرا لعبة شكرا شكرا موسيقى وصلنا الغرف خرجكم الثيكاثة تبعة الغرفة واوووووووووووووووو ماشاء الله نفس الغرفة اللي عندنا في ق debates ربعا هون عندنا شنطة من سامسونج و رسالة شكرا لسامسونج اكيد يضعنا قريبا لأشياء ذاكي فيها لانو تعرفوني بحد بالأكل أبني صح أو غلط أي إشي بتاثل ها؟ ها؟ يا سلام! بتفهموني شكرا! حبيت شنتي بنايدن! بان بلي ما مش نبلير طبعا اليوم يوم جديد رايحين عالتصوير خيل الكاميرا توقع يا سلام! طبعا خير جميعا هلا هلا! خلان ننزل تصوير الشباب! طبعا أنا سنيت و سامي شرب قهويته عشان واحد يقدر يحكي معه ولو أنا كاين مسخ جاد السيارة تعالوا نحكي صباح الخير لأبو الويل أنا دائمي أنا حالاتي أفضل من هيك بس لأنا طلعين نصور اه فهم بدون يعمل تعال نعمل ترانزيشن لما يزبطونا اه لو سمحت شو نعمل؟ حب انت ملك لترانزيشن منعار بس أنا تاركيتك الخيار انك انت هالمرة تختار حلنا واحدة خطيرة هيك غريبة ما احد تفكر فيها من قبل نقدر نعملها في الباص رغدا وترتي أمي يا رغدا وقعت الكاميرا وقعتها حلو واللهي فخامة طبعا هاد اليوم اللي بعده بس احنا مبارح نسينا نتعبنين وزي هيك فما قدرنا انا هلا رايحين نعمل اكتفيتيز ما اخديننا على اشياء تسلق ومن اولي ترسة ما بلشنا ما شاء الله كتير عم بتوفق بهاي الرحلة صراحة اختيارك للبنطلون سيء صراحة اختيارك للابيض والنايك سيء بس الشورت صح ترى اليوم في عندك اختبار كتير صعب رح عامل معك اختبار انت و اكمل شخص بس اعرف مين صاحبي الصح ومين صاحبي الفاك السوشيال ميديا الفاك انا صاحبك الصح المفروض منشوف هدية جائزة كتير فخمة بالاخر للي بيفوز بحكيلكم احب حكيلكم صباح العسل صباح الخير جميعا صاح الخير يا ادرب باستك كيفكم شراء هستمتنه ام ايم سافتي وتجموت و السام جبل يا عيد ميلادي لاذا طديق فاخم westerns من صاحبي الصح بالقلاب الحل حال وقت اكتشاف الصعب من الكثير اه توترنيس يلا اه انا اتبهدل هاد اسمه كرسي الاعترا ياه كرسي الاعترا تذكر ايام زمان عاد السنابشات كراسي الاعترا هل تفتحت كإنك صح؟ انا كنت اعمله لا لا سوكي سوكي بس اكمل السؤال وقعد صديق على الواقف حسك ان كرسي اعترا لا ما قعدت توترت طيب اعمل وقت شو الجائزة قبل ما تهيان اه الجائزة اول مسرح اسئلات شو الجائزة جامعة اه الجائزة الجائزة بس بخاف قد من انت رح تتحمس الجائزة تبطل بيدك تتجاوب فاهم؟ الجائزة هو انه اللي بربح وبعرف اكتر اسئلة عني يلا عمسيني رح انزل معه بوست منزل بوست انه شخصيا لا ويس بس والله ما بدي انا قلت على الاقل عزومة في نصرت بمأنه كلنا هون مطعم بس بحس لطيف من ينزل بوست ان بعدين صحلك اولا انتان فخلص يعني محدش دلعب بيعرفوا الجائزة والله لاحكينهم بيعرفش دلعزة ستينها تبدي العب دلعب مش مهم الجائزة اول سؤال هم اربعة هتسألين اكلنا نفس الاسئلة في اجوبة صح وغلط او اقرب جواب لا صح وغلط فقط اول سؤال يا ويسام متى بلشت على السوشال ميديا؟ 2016 بس عزو ما اعرفوا لانه اذا ما اعرفوا هذا الجواب يعني انهم ما احضروا فيديو الاربع مليون تبعي لانه هاد اول ايشي حكيتو انا ما احضرت فيديو الاربع مليون تبعيك بس انا بعرفك من لما كان عندك اربعين الف صح صح عندنا اربع مليون خيالي خطير مين اكتر كوميديان بحشقوا بالخير؟ كفر بارد كفر بارد اه 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 روح من وين انا بالضبط انتي ارمانية ارمانية لبنانية اردنية كنت عايشة في امريكا وهس عايشة في الاردن وين كنت مولودة؟ دقيقة 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 بس دقيقة شوف هي واحدة من الاربع عدول صح؟ يا لبنان يا الاردن معك جهاز امريكا لانك اردت هناك سؤال الرابع والكتير مهم هاد السؤال اللي بخليني اعرف انا فعليا مع مين اتعاملت بالحياة لدرجة انه اكتشف هاي المعلومة عني شو اكتر كلمة انا بكرها بالحياة ايزي ايزي والله ما بدك تغير السؤال انا هيك فزت لا والله فزت غبية طبع؟ ما بتحبك بعد اقول لك غبية انا هيك فزت طيب سؤال الاخير بننفوت شوي هيكا مع اشخاص معينة تمام؟ في جواب رح تحكي لي علنات انت قلت لي انهم اربع اسئلة صاروا خمسة صاروا خمسة لانه حسيت انه ممكن فيناس تعرف كيف ولاعيب برضو صح؟ في سؤال رحسلك اياه رح تحكي لي واحد من الاجوبة علنا واحد منهم رح توششنيها لان انا بعمل بحبه الدراما بس يعني مين اكتر حدا انا قريبا منه على السوشال ميديا من الانفلونسرز عندنا بالحياة؟ اكتر حدا انا مستحيل اصور معه او معها بالحياة انفلونسرز رغضح نكتر هلا هو مية بالمية من الاردن تمام؟ حكيت هو حكيت هو وهي لا انت حكيت هو اقرب الو از ان الكنتينت اللي بعملوا بتحبيه ولا؟ لا خلص انوية كتير متفهم بالسوشال ميديا وانوية خلص كتير يعني معروفين انه هدول الشخصين دايما انا؟ اه انا استبعت حالي راح انت وإحمدات بس لا يعتبر يعني لا يعتبر إحمدات على السوشال ميديا ولكن مش انه انفلونسر هو مش انفلونسر خلص عامل مش انت حب خلص يا كابتن انت بتصنعنا هلا الفرع التاني من نسمع مين اكثر حدا مش ما في كره مع اي حدا بس خلص شخص او شخصة متسحيل اصور معه او معها بالحياة خلص انو انا ما مقدر فيه وفيه كره المفروض انتي ما بدك دراما بس فيه كره اهلا مش كره ما بتفضي وجوده مع كوكب الارض والموت البريء ادمة والبريء ادم صح؟ يعني لا مش انت خاص باش احكي اسمهم طيب لا باذني اسم اسم اه ادى واحد صح؟ حكاية خلص احكي بابلك يعني انت لهلا اول واحد بلعب معه بس لهلا انت الفايد احكيت لك طيب يلا الشخص التاني معنا لما هلا لما ما بتعرف كثير بس ناجي مفروض انت بتعرف طيب الموضوع كثير احسى لكنكم 5 اسئلة عني تمام هل الجائزه لكم راجزين تعرفوا اشياتي يبا هل اني ما تعرف اني جائزة شو خصير فيك جائزة هي انه رحنزل بوست مع اللي بيعرفني اكتر ووهو اول سؤال ما تبلشت على لوشية جدا هذا يعني اذا ما يعرفته ا Schweiz احكيك escrever الي sinoذا ما يعرفت هذا الجواب يعني انتو ما حضرتو فيديو اللي نزلتو على الا assignments تابع الاربة مليون وانا حن capability الا العملاء الفيو ستاش مين أكثر كوميديا بحبه بالحياة ميسام ناشي نصدق هيك ونخلص مقرتنا مع ناجي ولما شكرا لالك على المشاركة من وين انا تحديدا كل اشي كل اجزائي أردنية أردنية شواز أمريكي وأصل أرمن والله مالك مالك مين أكثر شخص أنا قريبة عليه يعني رح أحدد لكم انه شخص كتير قريب عليه من الأردن فقط ويسام مالك لا تقوم بشي الثاني بس هاي رح توشوشوني إياها شخص أو شخصة مستحيل أقدر أصور معها أو معه بالحياة جاهز يجاوز جاهز يجاوز إلا هاي وشوشيها وشوشيها تعالي أمشي صح صح للي بعرفني كثير كثير منيح بيعرف إنه في كلمة واحدة إنه حكت لي مكرحة إنه هيك كلمة ما بحبها تنحك علي أنت حكيت في حكت في البداية اللي بعرفني منيح منيحة نحنا ساكنين معاه طب أعطينا أول حرف يعني ما بتزبط هي كلمة يعني بتنحكة مستفزة لا لي متصنعة خطأ خبية أهما خسرت شي شي خسرت إنك بوز مع رايدة إنه أحد يملك مش خطارة دي أسألك نفس الأسئلة اللي سألتيني إياها شو بكراهين حكالي ودائما بحكيها على السوشيال ميديا بحيثت أنت.. يجوا بهاي لحالها وخدي هلأ ألف دينار والله اوه دقيقة انا معرفة ما أحققش ما بعرف حتى لما مش عارب تحكيله مش بش لا وإذا مردك ما بتعرفها أنا بدي أعرفها لا بس هلأ اللقاء حكيت لأنه بتعرفي الموضوع بس دقيقة ولكنة أي شيء من جديد صارين حكاها لا لا صارها سنة و شوية انك تشبه اوه ايوه شيخاف على قبل ايراه احاولي باك اتحد تشبه لوغن بول لا أبداً لا أبداً بعد مين اللي مكنت الشخص ماذا بأي شيء؟ أعلان؟ لا أعزاناً أنا أضيع الموضوع خلاص أغسرتين؟ هااا بتنزل صورتنا أسا كافل؟ لا الشيك الليبن الشيك الليبن شو شو ضيب يا صحبة يا صحبة بلت أحكي أحكي أشياء كثيرة أخرى ميح ما تحركين صراحة كنت أنجزة علتك وأنا ما جاهز بجرب جماعة أنا رجعت على الأردن وللأسف الشديد ما قدرت أكمل الفلوغ بتركيا وما قدرت أسأل باقي الناس اللي كانت موجودة ما زبط معي أني أكمل السنة غير هيك بحب أحكي لي سامسونج تينكي كثير عن رحلة كثير بجنن وطلع تصوير كثير حلو تشوفوه إن شاء الله قريباً لما سامسونج ينزلوا إشي اللي يصورنا وكمان شغلة بعرف أني قطعت آخر فترة كثير على اليوتيوب بس عشان كان دبي بعدين تركيا بعدين بصريح فكان شوي كثير صعب أنه أنزل الفلوغات ونزل إشي بالسفر فأعذروني واحد عنده ظروف وبشوفكم بالفيديو الجاي رح يكون فيه فيديوهات كثير حلوة ورح نرجع نستمر على اليوتيوب بلعثة وسامت وبحبكم كثير شوفكم بالفيديو الجاي باي ما عينت لله بقدر الشيء لا بقدر أنا لو بكدي بقعد مش قادر أقعد أنا معلق في هذه الشيء اختمي طيب